كل سنة محركة طيبة ونطيبين احنا بنات ومعنا بابانا ومموتنا متوفيين وبنعاني من ازمة نفسية وانا تزوجت وعندي مشكلة مع اهل زوجي سيلفي وامراته وابنه وسيلفي التاني يعني العيلة كلها بيهنوا فيا وبيزعقولي وجوزي كل ما كلموا علشان اخواته بيبهدلونه واشتكيه يقول لي قولي ربنا ما تقولي ليش انا انا امي ماتت وانحنا صغيرين وما لناش حد يعلمنا حاجة وهم بيتحكوا علي وبيشتموني وبيعودوا يزلوا فيا وبيزلموني كتير في البيت يريد تحاولي تقولي لي اعمل ايه واخواتي كذا كذا طيب بصوا جماعة بصوا موضوع السلايف والكلام ده يدي الزوج هي زوجتك دي مش هيه مسؤولة منك يا ابني هو انت يا ابني مش باب يعني والحطة السد الامان بتاعتها مش انت الاسهد اللي بتحميها المفروض ده هي وصلها كده ده انا معايا زوجي بيحميني لحد يقدر يهني ولا يشتمني ولا كذا ليه اخواتك السوبيان يهنوها ويشتموها ليه مرطاتهم يبهدلوها واعيالهم الصغيرين ولا الكبار يبهدلوها انت فين كراجل وكزوج انت كزوج المفروض ان انت تحمي زوجتك وكرامتك من كرامة زوجتك ولا تسمح لحد لا من اهلك يهنا ولا من بر اهلك هي في مشكلة حصلت خلاص يا جماعة ليها راجل وتقول كده لاخواتك معلش انا ليها راجل لما اجي من الشغل يكلموني محدش يكلمها ولا حد يعاتب عليها عملت غلط استنوني يا ماجي وانا جيب الحق واشوف لكن لا حد يهنها ولا حد يشتمها ولا حد يضربها ولا حد كزا وهي ازا علاني بتقولك اشتكير ربنا مال انت فين طي ماشي ما احنا هنشتكيك بقى هنشتكر ربنا ليك وليه يعني اهمة وانت لا المفروض انت راجل في قلب البيت وانت زوج انت تكفيها الامر ده الزوجتك في امر بيت اهلها زوجها وانت تكفيها امر بيتك واهلك محدش يعتدي عليه ولا حد يهنها المفروض اصلا المفروض اصلا هي بتبقى حاسة بالامان بوجودك انت فما بالك انت بقى المركز الامان بعد الله سبحانه وتعالى مش عندي ما اقدرش اعملك حاجة ليه تشوف زوجها كده بالله عليك وانت كراجل وكزوج يا ازواج بالله عليك لما تبقى صورتك في عين زوجتك مهزوزة او صورتك في عين زوجتك مش هو ده شوف بيعمل ايه وليه وشايفك مش حد لا ده ما بيحفظ عليه احنا مش عايزين الامر دوت يبقى موجود ولا عايزين الكلام ده يبقى في حدود وفي معاملات سبتة ووضحة ما بين العيلة هنا وما بين العيلة هنا محدش يتعدى عليك وهي كمان ما هو عش هما غلطوا بدأت الغلط لا ما تجيبش من عندك الغلط عشان اجيب حق خدت حقك وشتمت وبهدلت وعملت يبقى كده خلاص ضاع طب ما هما اللي بدأوا لا بس انت استنيني يا جماعة انا ليه يا راجل زوج لما ييجي انا مش هرد عليك ولو هو اخوك واهل لو سمحته هي غلطة ولي عملت محدش يكلم محدش يتصلك مش اي الموضوع انا يبقى كده يبقى انت كده حطيت سد وحطيت محدش يقدر ييجي لا من هنا ولا من هنا والامور ادم هي كده سلام عليكم يا جروا انت في حالك وانا في حالة سلام عليكم عليكم السلام لا دخل في كلام ولا نقشات ولا مشاكل ولا حواديد ولا كلام ولا جلسات بتتعمل ولا غيبة ونميمة ولا راح يقالي وحماتك عملت ودي تاخد من دي سواد سواد لا طلعي نفسك خلص من الكلام ده سلام عليكم وعليكم زي بيتك يا بنتي وعيالك والكلام ده جيبي حقتك مشاورك خلصت تعملي وروح يركزي بتربية أولادك وابدعي معه فيش دعب العالم اللي برده ده محل مشاكل وادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال اللهم أمين